مساء الخير و اهلا و سهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم بعض الصافرة معي انا اوبيد نفاق كريستانو رونالدو هل سيرحل ام سيبقى في مانشستر الانواتف هذا السؤال اللي عبت تداول الناس بشكل كبير اللي عبين سأل كثير اللي الناس كلها بده تعرف شو عب يصير شو الحقيقة شو المتوقع للمستقبل بين اللاعب البرتغال اللي كان يوما ما اسطورة لليونيتد وبين الفريق الانجليزي ببساطة قبل تقريبا شهر رونالدو خبر ادارة يونيتد انه هو حاب يطلع من الفريق لأسباب متعددة اول سبب انه هو شايف انه طموح الفريق مش كبير لانه الفريق ما راح يلعب شامبينز ديج الموسم الجاي هو حاب يكون بهاي البطولة بسبب موضوع الارقام القياسية وبسبب انه هو دائما بحب يكون بالتوب 11 الساب الثاني انه هو شايف انه يعني سياسة التعاقدات بالنسبة ليونيتد مش سياسة كثير مقنعة لتطوير الفريق ولتحسين التشكيل اللي طلعت بالمركز السادس الموسم الماضي بالدوري الانجليزي اما الساب الثالث فيعود لانه ادارة اليونيتد يبدو انه فرضت على اللاعبين تخفيض الرواتب بقيمة 25% لهذه الى ثلاث اسباب خلت رونالدو يبالش يفكر بالرحيل وبلش يشغل خورخي مندز اللي هو وكيل اعماله لحتى يدور له على اندية خورخي مندز راح اول شي لعند باير ميونغ قالوا ان شو رأيكم بيب تعاقدوا مع كريستي ارنالدو شاب مرتب ومحترم و37 سنة وبيعملكم احلى شغل بالدوري الالماني طلعوا اوليفر كان اللي هو المدير الرياضي لبايرن وقال رونالدو لاعب كبير واحترمه جدا ولكن هو لا يناسب فلسفة بايرن في الوقت الراهن راح خورخي مندز لعن ناصر الخليفة واجتمع مع ناصر الخليفة وقال له عنا لاعب جيد جدا ممكن يفيدك بالهجوم انت زال ما بدك تتخلى عن ايكاردي ما عندك تارجت مان لاعب رأس حربة صريح فانا بوفر لك كريستيانو رونالدو بمواصفات يعني فل اوبشن جاهز لكل شيء فقال له ناصر الخليفة والله كان بيودي ولكن نحن عنا ميسي نيمار وامبابي بالهجوم ولا مكان لكريستيانو رونالدو رغم انه باريسان جرمان قادر ان يدفع راتب كريستيانو رونالدو الذي يبلغ خمسمائة الف باوند انجليزيا طبعا او بريطاني بالاسبوع وبعد ما بايرد وبي اس جي اغلقوا الابواب امام كريستيانو رونالدو صار الخيار ربما الاقرب هو تشيلسي طيب تشيلسي في وجهتين نظر على ما يبدو وجهة نظر الاولى هي بالنسبة لرئيس النادي او المالك بالوقت الراهن او الكو اونر المالك المشترك وهو الامريكي تيد بويلي تيد بويلي عابد يقول لك يعني كريستيانو رونالدو زلمي بيجيب لك ماركتنج حلو زلمي بيعملك احلى وجايب على صعيد الكوميرشل ببيع تشيرتات بيجيب لك سبونسرز بمبالغ محترمة بيعملك كثير شغلات مميزة جدا على صعيد البزنس وهو زلمي بزنس مش رجل كرة قدم مش زلمي بيفهم بكرة القدم لذلك شايف انه ممكن تكون صفقة كريستيانو رونالدو صفقة محتملة بعد رحيل لوكاكو وجهة النظر الثاني هي لتوماس توخل توماس توخل شايف انه كريستيانو رونالدو مش هو الخيار الامثل لتشيلسي بالوقت الراهن لانه كريستيانو رونالدو اولا يبلغ من العمر 37 سلام ثانيا راتبه عالي ثالثا مش عارف او مش رح يعرف كيف رح يوظفه بمنظومة 3-4-3 اللي بيلعب فيها تشيلسي وعلى فكرة هذا كان واحد من الاسباب الفنية اللي دفعت بي اسجي لانه ما تتعاقد مع رونالدو لانه مدرب الفريق الجديد بيلعب 3-4-3 وبالتالي هو مش عارف وين بدي يوظف رونالدو بهاي المنظومة فبالنسبة لتوخل توخل شايف انه لا الافضل انه نجيب مثلا ليفندورفسكي كتارجت مان او الافضل انه نجيب لعب اصغر سنا واكثر فائلية يساعد الفريق على مدار الموسمين او 3 الجايين بانه يوصل للقمة ونرجع مجدد شامبينز ليغ ونفوز بالدوري الانجليزي لما نجحت شلسي انه يفوز فيه باخر مواسم ربما من عهد انطونيو كونتي ب2017 هاي التفاصيل كله ياتا بتخلي رونالدو امام خيارات محدودة جدا 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 هاي الخيارات المحدودة تتمثل بانه يا اما يونايتد يا اما بدك تدبر حالك يعني ما عندك خيارات كثيرة بصراحة الاندي الاوروبية التوب ليفل ما فيه ولا فريق قادر انه يتعاقد مع كريستيانو رونالدو حاليا روح لي على اسبانيا بارشلونة اتلتكو مدريد غير قادرين ان يدفع راتب اللاعب روح على ايطاليا ميلا انتر يوفي كل هاي الانديه غير قادر ان يدفع راتب كريستيانو رونالدو بالدوري الانجليزي عندك توترهام عندك تشلسي عندك سيتي عندك ليفربول ولا فريق منهم قد يكون مهتم بالتعاقد مع رونالدو اللي يمكن تشلسي وهو الاقرب وضوع سياسة التعاقدات وشو رح يعمل مانشستر يونايتد يونايتد لحتى يخلي رونالدو لازم يبلش يتحرك اسرع شوي بالسوق وهو مش مستعجل لانه شايف انه هو من موقع قوة ورونالدو من موقع ضعف ولكن بلش يتحرك فعلا وجاب اول صفقة اللي هو ملاسيا ملاسيا كان اول صفقة ليونايتد هذا الموسم والفريق بلش يحكي الان عن لساندرو مارتينيز اللي جاء على الطريق كمدافع بالاضافة لقرب التعاقد مع فرينكي ديونغ والحديث اللي عبصير هل سينتقل ولا لا ما حدا بيعرفه كريستيان ايركسن نفس الشي هذول صاروا ساقز يعني حديث طويل بسوق الانتقالات ومش عب بيخلصوا فاليونايتد عب يحاول ولكن اذا حب يحتفظ بكريستيان ورونالدو سعيد لازم انه ينجح بسياسة تعاقدات يطور فيها عن جد الفريق خصوصا على سعيد نص الملعب والدفاع لذلك ممكن تخلي كريستيان ورونالدو ولكن ان بدك كريستيان ورونالدو سعيد ما بدك كريستيان ورونالدو حزين او غاضب يعمل لك مشاكل بغرف تبديل الملابس وما يقدم لك اي شي على مدار الموسم المقبل لحد هاي اللحظة ايرك تنهاج متمسك برونالدو يقول رونالدو لن يرحل هو جزء من المجموعة جزء من الخطة جزء من المستقبل بالنسبة لمانشستر يونايتد هل هذا الشيء سيستمر ولا رح يحدث امر ما خلال ايام المقبلة خلانا استنى ونشوف توقعي انه كريستيان ورونالدو سيبقى مع يونايتد سيستمر مع مانشستر يونايتد لموسم اخر وبعد ذلك منشوف شو رح يصير ولكن اعتقد انه بالتوب لفل للأسف انتهز من كريستيان ورونالدو هذا كان كل شيء في حلقة لوم بعض الصافرة الى ان نلتقل اسبوع المقبل كونوا بيعرف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة